مساء الفل. ازايكم عملين ايه اخباركم ايه? الف مبروك. اه فوز مهم. الفوز الاربعتاشر عالتوالي. اتنين واربعين نقطة. اه كل مرة فيلر بيقدي العلامة الكاملة. اه لو عايز تعال تكسب بتلاقي عالجيش. تعال ونعلمها تكسب ازاي. ادي له. اه. 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 ماتش حلو. اداء اه راقي. اه. الملعب اه. اكلين وطول بعرض. انا كنت الحمد الله متطمن طبعا زي شايفين نيو لوك وفتاع. وكفية الاهلي. وحاجة يعني خالص وحاجة انحراف يعني اجرام. اه اه اي. العابة شراح. اللي راح راح. اه اه افشاء اجايس سلية. جون عالمي. اه. الماتش مش محتاج الجرينتة والروح وكفية الدعكة اللي بتطلع بالقلب بس. اه 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 اه. ببروك علينا. اه. اللي جاي اصعب. ولازم عشان تنجح. لازم كل مرة تقول ان اللي جاي اصعب وتبقى عارف ان انت داخل على مرحلة اقوى. اه. الماتش اه من اول والاخر وما فيش حاجة عليك. الله ما انشوطة بتاعت احمد سامير. اه. تشكيل ممكن لو كنا ممكن دقوله فيه لعيبة النهاردة مفروقة تريح. بس هي دي وجهة نظر المدرب. وهو عيفة ما كتر مننا من الاخر. كنت خايفة على لعيبة تتصاب. اه. علي معلول للضرب كتير النهاردة. لعيبة اه جيش النهاردة سامحوني في الكلمة حلاليف. ما هماش اه لعيبة كورة يعني. انا ممكن الاتحم معاك تاكلين كده 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 لكن ان انت تدخل تأذي واحد تدخل في حسين الشحات براسه. علي معلول تضربه من غير الكورة اصلا. والكورة بعيدة عنك. اه. علي الفيل لضرب كهربا. يعني التحمات معرفش غير مبررة. الحمد لله ان عبد الحميد بس يومني اللي بيدرب عشان ما حدش يقول اه فوت المطش. يا ترى بس اه حدي جاوبنا هل فوت المطش النهاردة ولا لأ. وارجع قولها لكو تاني لو عايز تعرف تتعلم تكسب الجيش ازاي تعال انا علمك. اه من غير زعل ومن غير اه واجع قلب. المطش ده عند فرق تانية بيبقى عنق زجاجة. عندنا احنا بيبقى زي الشوكة في بيقلوها ايه? سكينة في الحلاوة ولا مش عارف ايه? اه 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 جيلو. اه مبروك. مطش اه. عادة بسلاسة كده يعني الواحد قاعد عارفين ان احنا هنكسب الحمد لله يا ربي ثقة في اللي دجاح. على رأيي الاسطورة من الاخر. اه مبروك علينا. وان شاء الله اللي جاي احسن وباذن الله ربنا اكرمنا. المطش اللي جاي عندك المصري يوم الجمعة. هتكلم بتوقيت مصر. اه مطش الترجي والزمالك في السوبر الساعة ستة بتوقيت مصر. مطش احنا بقى هيكون مكان تسعة ونص عشرة تمانية وربعة. مطش الاهلي والمصري بعد المكان سبعة ونص هيبقى تمانية وربعة. تمام؟ مطش صعب وليه اعتبارات تانية وليه حالة غير اي حالة واحنا عارفين الكلام ده كويس ومن غير ما نكتروا فيه الموضوع ده. وزي ما منساش انا مطش السوبر هنا الاهلي والمصري في استادها الزعب انزايد. كان بالنسبالنا مش مجرد سوبر كان بالنسبالنا حياة او موت. وهيفضل مطش الاهلي والمصري حياة او موت سواء رضينا او ابينا من الاخر. المكسب يعني المكسب. قولا واحدا يعني. ان شاء الله نكسبه باذن الله ونوصله لخمسة واربعين باذن الله. وبعد كده نستقبل رجالتنا ان شاء الله في ابو ظبي ونقف وراه في استاد محمد بن زايد ان شاء الله رب العالمين لو ربنا ادينا طولة العمر. وتكون احتفالية سوبر حلوة. لسه لسه الكلام مش عالسوبر مش دلوقتي. كلام في حينه. كل حاجة في وقتها بتبقى حلوة. احلى اهلوية. اه حباب قلبي. مبروك علينا. وآآ مبروك عليكم. ومبروك مبروك 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 عليكم وعلينا. الدوري لينا. مش ليكو اصلا. الدوري مش ليك. الدوري مش ليك يا عشري. الفرحة حلوة. ورغم كل ده. احنا بنتحك وبنهاية سواوة بس من جوانا برضه مش. لسه. لسه والله. لسه بس نعدي سانداونز وبعد كده نعدي الوداد او النجم وربنا كريم. ان شاء الله باذن الله. انا انا عمري ما هنسة. انا بقى اتكلم بقى حالة خاصة بالنسبة لي انا. عمري ما هنسة ان اتنين كسعالم يتنظم في الامارات. واروح احضر مرة للوداد. واروح احضر مرة للترجي. دي انا عمري ما هنساها. وهتفضل. علامة فارقة في حياتي الرياضية يعني. بصراحة ما اجذبش عليكم. اوكي روحت للوداد بحبه وزميلي مغربة. وروحت للترجي. فريق تونسي. وعيالي معايا. والكلام ده كله اوكي. لكن مروحك للاهل غير يا جماعة. يا جيد عم مروحك للاهل غير. الجرنتة بتاعتها غير. الشعور بتاعها غير. انا ماتش المصري ده. الحمد لله العبد لله. مش هقولك ان انا اللي ماسك المدرج. لان رجال الدرجة الثالثة الحمد لله يعني ربنا اديهم الصحة. بس في المنطقة اللي انا كنت قاعد فيها. بعد الجن بتاع المصري. خصيصا. بعد جن الاهلي قصدي وليد اظهره في المصري. انا اللي كنت بحرك الجمهور. الحمد لله العبد لله يعني. ليه سيته في الملاعب المصرية. جيله. تصبح على خير وكل مكسب وانت طيبين. سليم.